طيب يلا بقى بنا نبدأ من الوقت يحديد جيب لي اهدى اشكال كثير يعني ابصي اهما معنا بلتتين كل واحدة شاكي انا اهم حاجة عنتي النهاردة اللي عايز اتكلم فيها نفسي الناس تتعلم تحطهم لنفسهم يعني يركبوهم لنفسهم لان الموضوع الناس بتفتكروا صعب بس هو مش صعب خالص يحلف كده اه بجد والله ما صعب خالص طيب ورين بقى حضرتك كده يعني بصي اول خطوة لما منيجي نشيل الرمش من العلبة حتى لو كتعلبة واحدة ما بنشيلوش كده ممكن يتقطع ممكن تورينها هنا كده اه كده هنا ما بيتشلش كده ان كده ممكن الخط بتاعه الكاميرا تمام يتقطع فالطريقة الصحة انك بتحطي الصبعدة على طرف الرمش وتعمليه كده تحطي الصبعدة على طرف الرمش التاني وتعمليه كده اهو طلعت معاكي كده كده شليها لكن لو حاولت شدها على طول ممكن الشعر نفسه او الخيط نفسه يحصل فيه حاجة تمام اول خطوة قبل ما حط اي لازق او قبل ما اعمل اي حاجة لازم تتأكد ان الطول بتاع حجم الرمش مناسب لعينك لان لو اعرض من عينك هيكسر العين لتحت صح صح فهم فهم قصدي لو عرض الخط نجرب كده يلا بي على دينا بصي تحت ايوة انا مش حاطة جلو مش حاطة اي حاجة ماشي يا دوبك بس ايه افتحي عينك طويلة شوية طبعا هتطر اقص حتتين من هنا تمام لما نيجي نقص الرموج بقى في ناس دي بتعمل الغلطة دي كتير عمرنا ما نقص من النحية دي نقص من الطرف البراني مش من الطرف الجواني من الطرف البراني الجواني لازم يبقى قصير فانت لو قصيتي منه يبقى الرمشة هيبدأ طويل يبقى حيبان قوي ان في حاجة متركبة فاحنا نقص دايما من الطرف البراني اللي هو قريدي طويل فما يبانش انك انت قصتي حاجة هقص قد ايه على حسب انت يعني انت بعينك بتشوفي فين نهاية عينك اه ميش تمام فانا هقص حتة صغيرة هنا من الطرف عشان يبقى على قدها بالزبط اوكي تمام قبل كمان ما نبدأ نلزقه لازم تتأكد انك عاملة ماسكرة كويس في رموش في رموشك الحقيقية اوكي قبل وبعد ليه لان انا انا هاعتمد على الرمش الحقيقي في ان انا اسند الرمش الصناعي في التركيب انا هحطه هسنده عليه اوكي فلازم ده يكون يعني معمول له كيرلينج وفيه لون وماسك نفسه وماسك نفسه عشان يشيل الرمش بالزبط تمام فللناس اللي بتشتغل انا ما بحبش استعمل المسكرة كده على طول الفرش دي ناس كتير مش عارفها بتاعت ايه هي بتعملي بيها الرموش ودي بالذات بتفيد جدا لان دايما بتلاقي جزور بتاعت الرمش بالذات من فوق مش عارفها الفرشة دي توصل لها صح انت فاهمها قصلي شاطر يا جماعة شاطر والله رموشي تحت دي دايما بالفرشة دي اعمل من فوق كده عشان اوصل لحد الروت بتاع الرمش ودي كمان بتساعد بحب اعمل بيها الرموش اللي من تحت لان الرموش اللي من تحت الفرشة دي بتوسخ انا هاخه منك يا جماعة سالمة الفرشة دي تتاخذ من الرمش وهو تخير جزور ممكن كمان بنصرح بيها اللي تحت احنا بنرجع هل بقى الناس بتسأل كمان هل بنرجع نحط مسكرة تاني بعدها بنركب الرموش اه ليه عشان الزق الرموش الحقيقية في الصناعي ادخلهم دوابعا اه فهمت تمام خلص احنا الرمش بتاعنا مقصوص وجاهز يس اللي حابده اعمله انا هجيب لازق عادي في ناس بتسأل برضو هل نستعمل اللازق الابيض ولا اللازق الاسود اسود اللازق برضو هيعتمد على انت عامل ايف عناكي لو حط اي لاينر تقيل وتخين استعملي الاسود لانه كده كده حيداره وحيزيد لون الاي لاينر حيخليه مركز اكتر اوكي لو حط ميكاب خفيف ومفيش اي لاينر عايز حاجة ناتشرل يبقى استعملي الابيض لان الابيض لما بينشف بيبقى شفاف تمام بيبقى شفاف يس اوكي الجلو بقى بتعرموش ده مادة اسمها الليتكس الليتكس ده هو سمخ سمخ تمام وهو لسه سيل بيبقى طري فانا لو وهو على طول كده روح تحطه على عينيها ممكن بالسهولة يروح داخل جوه العين ممكن يتحرك ويطلع فوق فيلزق للجفن في بعضه ممكن صعب ان انت حتى تتحكمي فيها لنفسك فالتريك هي انك تستني تلاتين سانية لحد ماينشف اوه دي عملي كده والجلو موجود لانه هو لو مسك نفسه شوية اول ما تركبه هتلاقيه مسك في العين واللزق مش هيتحرك اوكي تفاهميني اوكي تمام ممكن تهويه شوية حتى لما هي بقى تيجي تركبه الروحة هتركبه باي هتمسك الرمش باي حضرتك بايديها بايديها كده مش بملقاط يا رجال ممكن بملقاط بس انا الملقاط بحسه اجان قطعت البطاطس السحرية يعني بالايدي ده كويس ده دي معلومة كويسة لان انا لما كنت معاولة ركتب لنفسي قبل الوان باي وان دي كنت باعت وبعد انت ايه تقعم وقق وملقاط فهم صندقة باسباعي وقق وقق يعني بقى ملقاط ايه يا عم انت خلاص انا حالة بالايدينا هي من النص انا مسكها من النص بالزبط اوكي انا الوقتي باسألها قبل الهواء انت لو ركبت رموش و راكت عمليه يقيت ليه هغمض عيني اول حاجة غلط تغمضيش عينك لازم عينك نبقى مفتوحة ايه؟ طبعا انك لو غمطت عينك فوقها حيلزق فتحت ده نمرة واحد نمرة اتنين انت مش شايفة انت بتحطيها فيه ايوه بس مايفاش فتحها قوي ايه مفروض من النص فتح لا امش نفتحيها قوي تبقي فتحها وبصل فيه ايوه هو ده وانت بصتها لقدامك فانت العين مكسورة ايوه انا واحد اهو بالظبط ودي على فكرة نفس الطريقة اللي نعم بها الايلينر بلاش الشد و بلاش ال بس هنتكلم بقى في حلقة الايلينر بصي تحت بقى ما تغمضيش اه انا بالظبط انا حطيت انا رميته رميته على رموش الحقيقية حطيته على رموش ومعاملش اي حاجة تانية بس هي بسم الله ومش الله ومش الله ومش الله رموش رموش جميل عايزة بقى تتبتي عليها زيادة بدهر الفورشة اللي حطينا بيها المسكرة عشان لا انا حقودها دي بعد الله عشان بالظبط عشان العصاية بتاعتها رفيعة بتأكدي على الكورنرز بصي الجلو عشان استنينا لحد ما ينشف لا تحرك ولا وسخ ولا دخل جلو عليها خلصت ايه الأمر ده تحفة خلصت احي كده مش محتاجين اي حاجة تاني طيب انت بقى حتيجي تحط المسكرة ايوه انا بعزة بعد الله هلأ اه انا فعل ازاي عليها على انا عايز ألزة الاتنين في بعض بصي دي اه اوكي اهم حاجة انك دايما تتأكدي ان الرمش الحقيقي والرمش الصناعي داخلين في بعض عشان ما يبنش اي فرقات اوكي اوكي ماشي ايوه هنرجع بقى نجيب المسكرة وهنجيب الفورشة دي تمام وهحط دايما لما نيجي نحط مسكرة حتى وانت بتحطي نفسك ما تصرحيش رموشك على طول انت بصي على الفورشة الكريم بتاع المسكرة كله فين في الطرف فوق هنا فانا ما تيجي تحطي المسكرة حطيها كده الاول حطي الكريم ده على رموشك اللي هو كريم المسكرة هنداني قليبي الفورشة وبدأي صراحي تفهميني فانا هياخد حتى من فوق هنا عشان هو بيبقى كل البرودكت نفسه من فوق بص تحت حابدأ ادخلهم في بعض بالمسكرة ويبقى شكلهم عشوائي كده عشان يبقى الشكل طبيعي هل بنحتاج بعد ما نعمل الخطوة دي ان احنا نعمل حاجة في الرمش نفسه اه احط خط احط اي لينر حتى لو حاجة خفيفة باي شادو حتى باي لينر اي لينر عشان اداري الحز بتاع الرمش مستحت طيب